تعالى نروح بقى معاك يا سام لفرقتنا النهاردة طبعا يعني بعد الفوز الكبير جدا اعتقد كان فوز مهم جدا للنادي الاهلي على مستوى الدوري انك انشاء الله في تواصل مستمر للحصول على الصدارة مرة تانية وعلى المستوى المعنوي كان مهم جدا النادي الاهلي يعمل مباراة جيدة يعني كسب 2-0 والشروط الاولاني شوية الشروط التاني وده الاهم كانت مباراة على المستوى الفني في الشروط التاني مباراة رائعة مكسب معنوي مهم جدا محتاجه النادي الأهلي في الفترة اللي جاي ما كانش فيه وقت طبعا للراحة مستر موسماني النهاردة كان فيه استشفى كان فيه تمرين النهاردة عمل كمان مسحة لكل اللاعبين طبعا حضراتك عارفين النفش ان شاء الله يوم التلاتة اللي جاي في الكونغ Zhao النهاردة قبل التمرين كمان مستر موسماني قعد مع اللعيبة النادي الأهلي أكيد طلب منهم التركيز بشدة على موش فيتاكلاب مباراة مصيرية تعتبر فيه طريق ان شاء الله الوصول للعشرة وقال لهم نصا قال لهم نصا أفنا خلاص صفحة الدوري وخلاص نركز في الماتش اللي جاي لأن ده هو الأهم إن شاء الله نخرج به بنتيجة إيجابية كمان قال لهم إن لازم المرحلة الجاية محتاجة تركيز وتحديد المباراة فيتا كلاب عشان بإذن الله كلنا أمل وإن يقدم عرض جيد وده اللي قاله مسلمان اللعيب عايزين نقدم عرض جيد ونحقق نتيجة جيدة إن شاء الله تكون إيجابية للوصول لدور التماني كمان مسلمان يشرح للعيبة النادي الأهلي بعض الأمور الفنية طبعا الخاصة بالمباراة مباراة الإسماعيلي كان فيها صغرات كان فيه ما كانش على المستوى المطلوب خاصة في الشوت الأول كمان دعا على ملف نادي الإسماعيلي اللي أفول لكن كمان مركزين بشكل كبير جدا على مباراة فيتا كلاب طبعا حضراتكم عارفين المباراة اللي فاتت انتهت اتنين اتنين بالتعادل للنتيجة ما كانتش أكيد مرضية والحقيقة يمكن اتكلمنا كتير عن هذه المباراة فرص كتير جدا جدا ضائعة من نادي الأهلي كان المفروض الأهلي يخرج على أقل 4-5-0 لكن السيناريو غريب خرج بالمباراة لنتيجة اتنين اتنين وده اللي أكد عليه النهاردة مسلمين سهمة على اللعيبة ان احنا خلاص مباراة لإسماعيلي خدنا أهدفنا منها 3 نقاط كانوا مهمين جدا هنقفل الصفحة دي ونركز بشدة على مباراة ان شاء الله فيتا كلاب يوم الثلاث بإذن الله وبصرف النظر كمان عن الظلم التحكيم اللي تعرض له الأهلي في هذه المباراة تحديدا النهاردة كمان وعشان نطمن جمهورنا بقى على أيمن أيمن أشرف النهاردة اللي غاب قدام لإسماعيلي النهاردة خد ميران التأهلي كان منفرد على هامش تدريبات الفرقة لكن ما شاركش في التدريبات الجماعية وجهز الطبي طبعا بيحاول تجهيزه الماتش فيتا كلاب عشان كده الأهلي رفض تماما فكرة المخاطرة به في ماتش زي الإسماعيلي وطبعا بيدي له الفرصة الكاملة للتعافي حاليا مهم جدا جدا ومؤثر وجود أيمن الحقيقة النهاردة كمان مسماني كان بينه ما بين دكتور أحمد أبو عبل طبيب الفريق جلسة عشان يطمن على حالة أيمن تحديدا وبقي طبعا اللعبة المصابة زي علي معلول أكيد محمود وحيد وفيه طبعا عندنا ولا ست يعني من مصابين النهاردة في فريق النادي الأهلي وكان النهاردة مسماني بيسأل سؤال يعني كان بيسأل عن مدى استجارة اللعيبة للبرامج التأهلية دي اللي بيخضعوا ليها علشان يتعافوا من الإصابات المختلفة صحيح طبعا عشان كده يعني كمان نطمن جماهيرنا على يعني كمان حالة علي معلول علي معلول زي ما شفنا المباراة السابقة آه أيمن أشرب بيقوم بدور أكتر من رائع لكن علي معلول يعني مهم جدا جدا حتى للحالة الهجومية للنادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز اتكلم عن الموضوع ده النهاردة وقال إن شاء الله علي معلول حيشارك فيه تدريبات الفريق بداية من يوم السابت اللي جاي اللاعب طبعا الكبير علي معلول أنهى البرنامج التأهيلي اللي خضع ليه الأيام اللي فاتت وزي ما حضراتكم عارفين يمكن علي معلول بقاله فترة طويلة غايبة طبعا بعد كاس العالم للأندية أو بوسط مباراة كاس العالم للأندية وكان فيه برنامج تأهيلي هو كابتن سيد عبد الحفيز بيطمنا أنه هو أكمل هذا الملف التأهيلي وإن شاء الله بإذن الله بيشارك فيه تدريبات الرئيسية للنادي الأهلي يوم السابت اللي جاي وزي ما حضراتكم عارفين علي معلول أكيد قيمة كبيرة جدا جدا وقوة هجومية وقوة دفاعية لا غنى عنها آه أيمن أشرب بيقوم بدور أكتر من رائع في هذه الجبهة لكن كمان خليني أقول يعني كمان باشهد أحمد بيكم أحمد بيكم كمان أدى لعليو زيادة مباراة نادي الإسماعيلي على المستوى الدفاعي كان أكتر من رائع أكيد ما بلعبش برجل الشمال ده مساعدوش شوية في الحالة الهجومية لكن أحمد بيكم كمان أدى مباراة رائعة وكل التوفيق طبعا لفرقتنا وكل التوفيق إن شاء الله للمباراة المصيرية مباراة مصيرية يوم الثلاث كلنا ثقة في جهازنا ولعبتنا إن شاء الله نحن نمر بهذه الأزمة وإن شاء الله نوصل لدوري التمانية بإذن الله يا رب مهم جدا يا كابتن مهم جدا وإحنا من هنا طبعا أكيد ودايما بنتمنى التوفيق إن شاء الله لفرقنا سواء في مشواره في الدوري النهاردة في أفراقيا كمان